انفرس ترغومتريك فونكشنز الاقترانات المثلثية العكسية. نبدأ اول اشي بالساين. علا في عندي هاي رسمة الساين اكس ودومين الساين من ار والرج من الى سالب واحد واحد. واحنا بنعرف سابقا انه الساين نوت وان توان. وفي عندنا نظرية بتحكي لي مشان احصل على الانفرس لازم يكون الاقتران وان توان. فكيف نتغلب ع هاي المشكلة. تغلب ع هاي المشكلة انه احنا بنعمل ريستركتنج للدومين يعني ما بناخد كل الدومين. بناخد جزء من الدومين. فهلا رح ناخد جزء من الدومين. اللي هو فقط هذا الجزء. رح ناخد من سالب بايع اثنين لبايع اثنين. فهلا صار عندي الدومين. بطل عندي هون ار. صار عندي من سالب بايع اثنين لبايع اثنين. وصار هذا الاقتران وان توان. صار وان توان فبالتالي بقدر اني انا احسب له الانفرس. الانفرس رح يكون ساين انفرس الاكس. رسمته بهاي الطريقة. الدومين. الدومين لساين انفرس الاكس. اللي هو رح يكون رينج الساين. هاي رينج الساين من سالب واحد لواحد. رح يصير هو دومين الانفرس. و رينج ودمين. اوكي. وسالب من سالب بايع اثنين لبايع اثنين اللي هي صارت دومين الساين رح تصير هي رينج الساين انفرس. فعندي الساين انفرس دومينه من سالب واحد لواحد. والرينج سالب بايع اثنين لبايع اثنين. اوكي. هلا الساين انفرس من رسمته رح يكون وان توان. وكمان رح يكون قد. يعني ساين انفرس السالب اكس بتساوي سالب ساين انفرس الاكس. تشوف هلا امثلة. هلا المثال الاول ساين انفرس النص. يعني شو هي الزاوية اللي ساينها نص وتقع بين سالب بايع اثنين وبايع اثنين. اللي هي فهتكون البايع على ستة. ساين انفرس واحد على جدر التنين يعني شو هي الزاوية اللي ساينها واحد على جدر التنين وتقع بالفترة من سالب بايع اثنين لبايع اثنين اللي هي بايع على اربع. ساين انفرس السالب نص. هون طبعا احنا عرفنا انه الساين قد. فبالتالي بنقدر نطلع الاشارة السالبة برا. فبصير سالب ساين انفرس النص. ولي هي السالب بايع على ستة. بنلاحظ انه الااجابات دائما لازم تكون موجودة بالرينج. رينج الساي انفرس اللي هي من سالب بايع اثنين لبايع هثنين. يعني الاجابات لازم تكون موجودة بأي ربع. لازم تكون موجودة يا اما بالربع الاول يا اما بالربع الرابع. لانه الرانج عندي من سالب بايع اثنين لبايع اثنين طبعا الربع الاول الساين فيه موجب والربع الرابع الساين فيه سالب الى نفس الشي بنا نعمل بالنسبة للكوساين انفرس الكوساين بالوضع الطبيعي راح يكون دومينه R والرانج من سالب واحد لواحد ورح يكون نتوان توان بشان نتغلب على هاي المشكلة نتوان توان عشان يصير الو انفرس بناخد جزء من الدومين وهون راح ناخد طبعا هذا الجزء دائما من صفر لباي من صفر لباي راح يكون عندي الدومين الجديد فهاي الار شطبناها وصارت من صفر لباي وصار الاقتران وان توان فبالتالي راح يصير الو انفرس وهذا الدومين تقع الكوساين انفرس تقع الكوساين راح يصيره رانج الكوساين انفرس والرانج للكوساين راح يصير هو دومين الكوساين انفرس فعندي الكوساين انفرس دومينه من سالب واحد لواحد والرينج رح يكون من صفر لبان طبعا الكوساين انفرس هو one to one function لكن هو not odd و not even لا هو even ولا هو odd فبصير انه كيف بدي اتعامل السؤال مع الاشارة السالبة كيف بدي اتعامل مع الاشارة السالبة لا بقدر اطلحها لبرة ولا بقدر الغيها لانه not even بعدها بنشوف كيف بدي اتعامل معها بس نحل هاي الاسئلة كوساين انفرس النص يعني شو هي الزاوية اللي كوساينها نص وابتقع بين صفر وبي اللي هي رح تكون البي على ثلاثة كوساين انفرس زيرو يعني شو هي الزاوية اللي كوساينها صفر وتقع بين الصفر والبي اللي هي البي على اثنين هلأ هون ثالثا هون في عندي سالب نص فسالب نص لا بقدر اني انا اكتب سالب كوساين انفرس النص هاي خطأ ولا بقدر احكي انها هي كوساين انفرس النص كمان هاي خطأ فشو القاعدة القاعدة بتحكي لي انه كوساين انفرس السالب اكس هاي رح تساوي باي ناقص كوساين انفرس الاكس فرح يصير عندي السؤال هاد باي ناقص كوساين انفرس النص باي ناقص كوساين انفرس النص اللي هي الباي على ثلاث الباي على ثلاث فبنحصل على اتنين باي على ثلاث اتنين باي على ثلاث اجاباتي هون كل اجاباتي بالنسبة للكوساين انفرس كل الاجابات رح تكون موجودة بين الصفر والباي الصفر والباي عن اي ربعين انا عم بحكي عن الربع الاول والربع الثاني الكوساين هون بالربع الاول موجب وبالربع الثاني سالب فاجاباتي دائما يا اما بتكون بالربع الاول يا اما بالربع الثاني هلا بنسبة للتان التان اكس الدومين للتان اللي هو ار مع عدى باي على ثلاث زائد ان باي والان صفر موجب سالب واحد انتجر والرانج الو ار نفس المشكلة التان ناط ونت وان عشان تغلب على هاي المشكلة لازم اقططع من الدومين فشو اقططعنا من الدومين اخذنا فقط فترة واحدة يعني هذا الدومين استبدلناه بالفترة المفتوحة من سالب باي على اثنين لباي على اثنين فقط هاي الفترة هاي الدومين هذا الدومين صار هو الرينج للتان انفرس والرينج للتان اللي هو الار صار هو دومين التان انفرس فعندي تان انفرس الاكس رح يكون دومينه ار والرينج اللي هو الفترة المفتوحة من سالب باي على اثنين لباي على اثنين هاي رسمي التان انفرس التان انفرس طبعا وان تو وان وكمان اود اود فبستفيد منه انه تان انفرس السالب اكس بتساوي سالب تان انفرس الاكس الاشارة السالبة نقدر نطلعها انا برا هالأسئلة على التان انفرس تان انفرس الواحد يعني شو هي الزاوية اللي ظلها واحد وموجودة بالفترة مسالب باي على اثنين لباي على اثنين اللي هي الباي على اربع تان انفرس واحد على جذر التنين اللي هي الباي على ستة تان انفرس السالب واحد رح طلع الاشارة برا وبيصير عندي تسالب تان انفرس الواحد اللي هي السالب الباي على اربع نلاحظ كل اجاباتي لازم وين تنتمي تنتمي للفترة المفتمحة من سالب باي على اثنين لباي على اثنين زي الساين انفرس لكن مفتوحة من عند الاطراف فرح تكون اجاباتي بالربع الاول او بالربع الرابع على حسب اشارة التان بالربع الاول اشارة التان موجب وبالربع الرابع اشارة التان سالبة